أعلن رئيس الهيئة العامة للاستعلمات تضياء رشوان مشاركة مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية بشأن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وأكد رشوان أن مصر قدمت مذكرة للمحكمة وستقوم بتقديم مرافعة شفاهية أمام المحكمة يوم 21 من فبراير الجاري كما أوضح رشوان أنه فيما يتعلق بموضوع الرأي الاستشاري تشمل المذكرة المصرية تأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي ذام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وترد وترحيل وتهجير الفلسطينيين بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام